إسرائيل تعرف أنها تتعرى الآن أمام العالم بسبب الاحتلال اللي عمره 47 سنة وبسبب نظام التمييز والفصل العنصري الذي أصبح أسوأ من نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا ولذلك هناك حركة مقاطعة وعقوبات لعبة نتنياهو وحكومته هي محاولة تصوير أن الذي يجري صراع ديني هذا ليس صحيح إسرائيل تقمع المسلمين والمسيحيين نحن رأينا في عيد الفصح كيف قمع المسيحيون أيضا هذا ليس صراع ديني هذا نضال وطني لشعب يسعى للحرية والاستقلال والتخلص من احتلال لا يجوز أن يدوم بأي شكل من الأشكال وعلى فكرة قل درمن يتحدث عن السلطة الفلسطينية أنا أسأله إذا كنتم تحترموا السلطة الفلسطينية أنتم لا تحترموا حتى السلطة الفلسطينية لو كنتم تحترموها لما منعتم رئيس الوزراء اليوم الفلسطيني ومسؤولي الأجهزة الأمنية من العبور إلى القدس لماذا منعتوهم من دخول القدس؟ هذا دليل على أنكم لا تحترموا هذه السلطة ولا تحترموا حتى الاتفاقات معها لا تحترموا حتى كل ما ورد في الاتفاقات على الإطلاق وبالتالي أنتم فرضتم الاحتلال علينا جميعا وعلى السلطة نفسها خاصة منذ عام 2002 عندما دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى كل مدينة والجيش الإسرائيلي يدخل إلى كل مدينة السؤال الأهم هو يلعب لعبة فرق تسود يريد أن يفرق بين حماس وبين فتح وبين حماس والسلطة هذه لعبة مكشوفة وواضحة ولكن السؤال الذي يسأل نفسه الذي أسأله إذا كانوا يريدوا السلام كما يدعون لماذا لا ينهو الاحتلال؟ لماذا يستمر احتلال 47 سنة؟ لماذا لا تخرج إسرائيل قواتها من الضفة الغربية والقدس وتسمح للفلسطينيين بقيام دولة فلسطينية مستقلة؟ لماذا؟ لماذا يستمر الاحتلال؟ إذا كانوا يريدوا السلام لماذا يستمروا في الاستيطان؟ كيف يمكن أن تنشأ دولة مستقلة والاستيطان مستشري في كل مكان؟ هذه ليس دولة هذا حكم ذاتي هزيل تحت السيطرة الإسرائيلية يريدوا أن يبقوه في إطار نظام التمييز والفصل العنصري أنا أريد جواب واحد هل هناك إسرائيلي في الحكم مستعد أن يقبل بالانسحاب من الضفة الغربية والقدس؟ لا لا يوجد طبع